مش احنا كسبنا يا برينس مش احنا كسبنا خلاص ولكن وربنا وربنا كمان مرة احنا عندنا مشكلة في الهجوم يا جدعان قصما بالله عندنا مشكلة في الهجوم يا جدعان بنعاني بنعاني يا جدعان نقول ايه تاني بنعاني يا جدعان خلاص ما احنا رجعنا بقى للقرة المصرية رجعنا للقرة المصرية اه يا برينس امام عشور النهاردة نجم المباراة الوضع الله اكبر عليه ما سبش حتة في الملعب الا وما جري فيها الخريطة الحرارية تحته بتقولك ان امام عشور جيري في كل حتة في الملعب. امام عشور النهاردة عمل كل حاجة في المطش. هنتكلم على الموضوع ده. ولكن عندنا مشكلة وكتاب الله. قصما بالله عندنا مشكلة. يعني سؤال بس لطاهر. اللي طاهر يعني. كولر لعد طاهر بتهالي في كل المراكز الملعب. يعني في كل حت مصر وقفه ما كان الشناوي. ماشي? يعني اللعبه باك يمين. وينجي يمين. وينجي شمال. وصنع علعاب. ومهاجم. ولا مركز نفع فيه. ولا مركز. بنعاني من طاهر. يعني انا مش عارف ده قاعد لغاية دلوقتي في النادي بيعمل ايه? ده انا مش فاهم. انا مش فاهم طاهر قاعد لغاية دلوقتي في النادي بيعمل ايه? انا دي مش فاهمها. وبرضو كان هجنينينا النهاردة. علي معلوم خرج. اشتغل نازل كريم الدباس. لأ نازل خالد عفتاح. فانت ده اتفكر. طب وقال لي جنج ما بلعبش لايه? قل النهاردة كسبنا? ولكن يا برينس احنا كسبنا بطلوع الروح. كسبنا يا برينس لما مجهود فرد من امام عشور وتوفيق من عند ربنا. توفيق من عند ربنا. ان امام عشور يعد يختارك ويعمل الكرة يا بوش رجله وتخبط في الحارس تخبط في المدافع وتخبط وتخش. هو رزقنا. هو رزقنا في الديئة كام? اربعة وتسعيل. ولكن ترجع بالشريط قبل كده احنا مضيعين كتير. مضيعين كتير. وكل مرة لسه بنعاني. احنا خلاص داخلين على يناير. داخلين على يناير. فيا ريب بقى. يا ريب بقى ان خلاص اجري عن موديس خلاص. انا مش عارف. صابريل لغاية امتى على موديس? يا يعني. عاييدي امتى? دي الماكنة ما بتطلعش وماشي. دي الماكنة خلاص طلعت زيته وبنزيمه وشحمه وكله. خلاص يا باشا ده بيشطب. ده جاي يشطب عندنا. يعني انا مش فاهم موديس. يا جا ده ما بيعملش حاجة. ده الكرة اللي التحم فيها هوقة على الارض ومسك دماغه. ده فيه كرة كان مفروض على رضيه من لاحة اليمين. مفروض انت كمهاجم صندوق. واقف جواه التمنتاشر. البيه كان واقف بره التمنتاشر. البيه يعني انا برضو مش فاهمك ومش فاهم كولر قاعد كهربا ونزلك انت ازاي يعني دي مش فاهمها. كهربا النهاردة لو كان بلعب بكمية الفرص اللي جات دي هنسجل على الاقل هدف. على الاقل هدف. ماشي? ولكن المطش مقهرب. المطش غريب. المطش ما قولتش. يعني فوز يعني بص بطلع الروح. بطلع الروح لولة امام عشور خدوا الكرة كده وعدة واخترك. ماشي وراح. يعني يا دعوات. يعني الدعوات الاهلوية والله العزمان. عمان ندعي. عمان ندعي. والادي امام عشور ده بالمجهود اللي كان عمال يعمله طول المباراة كان يستحك ان هو سجل هدف. الصراحة يعني. اللي وهد الله هو اكبر محرات في الملعب. محرات. ماشي. ولكن انا بقعد بص. يا برينس النهاردة اللي حصل. اصابة ياسر ابراهيم. اصابة علي معلولي. اصابة الشيناوي يا جدعان. مكانتش برونزية. مكانتش برونزية خدناها. ايه يا جدعان اح لسه بنقول يا هادي. لسه بنقول يا هادي. ولكن النهاردة مكسب يعني هو كسبنا الحمد لله. خلاص كسبنا. ولكن انت لازم تبص بقى على المكسب انت كسبت ازاي. تشوف السيناريو اللي حصل عشان انت كسبت ازاي. فانت تتفاجئ من كمية الحاجات يا جدعان. يعني انا انا خلاص بقتش قادر من قصة خط هجوم النادي الاهلي. بقتش خلاص بقتش قادر استحمل. هنعاني. هنعاني ولسه هنعاني. لغاية لما نشوف قصة المهاجم. انت متخيل ان النادي الاهلي ما عندوش مهاجمين. يعني كهارابة عقب بره مودست. خيالي ان كهارابة بينافز مودست. اللي كهارابة هستن بلعب وينج هستن مهاجم مجرى على التفارات كده. انت دي متخيلها? لا بجد بجد لازم مهاجم. لازم مهاجم. ماشي يا برنسو مبروك لكل اخواتي الاهلاوية وانا منهم طبعا مبروك لنا على المكسب النهاردة يعني والتاهم اللي هنقبل فيه في النهائي. بازن الله مساش اللايك بتاعك بها يلا. صلى الله عليه وسلم